موسيقى أكد الرئيس السيسي حرص مصر على تدعيم وتعميق الشراكة الاستراتيجية الممتدة مع ألمانيا والتي تمثل ركيزة هامة للحفاظ على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط أعرب رئيس السيسي خلال لقائه وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بالعاصمة برلين عن تطلعه لتعظيم التنصيق والتشاور مع الجانب الألماني خلال الفترة المقبلة بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك مؤكدا أنه لا سبيل لتسوية أزمات المنطقة إلا من خلال الحلول السياسية بما يحافظ على وحدة أراضي الدول وسلامة مؤسساتها الوطنية وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن وزيرة الخارجية الألمانية أكدت أن زيارة الرئيس السيسي إلى برلين ستساهم في دعم مسيرة العلاقات بين البلدين على نحو بناء وإيجابي خاصة في ظل التزام الحكومة الألمانية بتعزيز أطر التعاون المشترك مع مصر في مختلف المجالات مشيدة بجهود الرئيس السيسي لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر والمنطقة كما أعربت عن تطلع بلادها لتكثيف التنصيق المشترك مع مصر حول قضايا الشرق الأوسط مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر لدعم مساعد توصل إلى حلول سياسية للأزمات القائمة وأضاف المتحدث الرئاسة أن اللقاء شهد التباحث حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل خاصة تطورات الأوضاع في أوكرانيا وتدعياتها لاقتصادية السلبية على المستوى العالمي إلى جانب مستجدات جائحة كورونا وكذلك ظاهرة تغير المناخ في ظل انعقاد حوار بيترسبرغ واستضافة مصر المرتقبة للقمة العالمية للمناخ في شهر فبراير في شهر نوفمبر من العام الجاري كما تم التطرق أيضا إلى تطورات الأوضاع في كل من شرق المتوسط وليبيا وسوريا واليمن التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مقر إقامته السيدة أنالينا بيربوك الوزيرة الاتحادية للشؤون الخارجية بجمهورية ألمانيا الاتحادية